آدم وحور ابن خلقه بس أنا حتى لو متحول شكلياً وعلى الهوية أنا مني متحول لأبعد يعني أنا مني مش رح روح لأعمل عملية تحول تكون مع حوة أنا عم بعمل عملية استقصل استقصلت أردي الثدي وهلأ بدي استقصل البيت الرحيم بدي أوهبه لحداً ما بيقدر يجيبه أولاد وبعدنا عم نشتغل على الموضوع لأنه علمياً في تنعمل وما بتنعمل ورايح لو رائع أنا ما بدي يصير عندي صرعة يعني صرعة للتعبير بس أنه ما بدي يكون عندي عضو زكري أنا مش رايح لهيداً الاتجاه أنا عم بعملها بالطريقة الصحيحة مع أنه في كتير عالم تستفز العالم وبتلبس بطريقة بس ما بيروحوا إكستريم للواقع يعني أنا ما فين يكون نيلة وشكل شاب وهويت نيلة وامشي بين العالم عم كذب على حالي مش عم كذب عليكم صوتك تغير كمان من وراء التستو أنا فتت ستاب باي ستاب يعني أول ما رحت عند حكيم وأنا هوني بشكر فناني كريستينا صوايا نعم صديق لأنه هي صديقة كما بغض النظر أن أنا مدير أعمالها كريستينا وبتريك من الأشخاص الكتير قلال اللي شافوا فيي اللي ما حداً قد يشوفوا ووجهوني يعني كريستينا طبياً وبتريك وجهني لحداً يمكن عنده سميلر كيس لأني أهلاً احتضنوك أمي إيه أمك احتضنوك أنا وحيد أنا أمي وبيت جوازه 40 يوم متوفى الوالد والوالد كان صراع كتير كبير أنه كل حياته تاخد نيلة من بسيكولوج لبسيكياتر شي إلا سكيزوفرين شي إلا شو كانت تعبن نيلة حدث ولا حرج شو كانت حياته لنا وصف لي حياته بهكي كلمتين شيطانة مثلاً ما كانت متصلحة مع أمه أنا كلت سليم ما بحكي مع أمه يعني خلاص صار عندي رفض جربت انتحر رحت للانتحار رجعت تزمرنا تنتحر كم مرة ثلاث مرات شو كان يرجعك عن فكرة قتل نفسك عندك كنت ربنا إيمان مؤمن أكيد إلا أقصد هل فكرت بلحظة بإيمانك بهيدا الموضوع لأنه نحنا كتير منرجع للدين دا الإيمان إنه هيدا شي حرام أنا ما أخذت هيدا القرار إلا ما راح توجهت لهيدا الموضوع أنا ليبي ستوب مار شربي لأربعين يوم وطالب منه إذا فيه بس مشكلة صغيرة إنه ما أتحقق أو ما أعمل هيدا ستاب أو ما روحي عليها أنت وقفك كانت تبكي نايلة كتير أي كانت عنيفة إلى أقصد درجات اليوم نادي الرجل أبدا مسالم إلى أقصد درجات خلص ما تصالح شو اللي تغير فيك شو اللي تغير فيك لك يا سبحان الله وقتا أنت تكوني مرتاحة مع حالك خلص كله بيتغير يعني الأتتتود بتصير ريليتد لأنت شو أنت بالجوة المايندسيت بفكر بغير طريقة بشوف الأشياء بغير منظور يعني مثلا هلأ إذا اتنين عم بيتخانا قونا إلا كانت تفوت بالمشكل هلأ نادي شو بيعمل هلأ ما بيفوط نادي شو بيعمل يعني عم بيتضحك بطريك يعني بيعني شو بيتضحك نادي الآخر اللي ما بيعرف هلأ بين الموجودين يعني علي نصدم صدمة حياته ما بعرف إذا زيناء بن صدمة أول ما يشوفوك بيتطلعوا فيك كرجل أو في ناس بتغلط يعني بتعرف إحنا في بعض الناس بيضيعونا أنا لا ما بيعرف لا ما بيضيعونا خليني روح لعنة علي بعد ما سمعت قصته لنا دي أنت جاي من المجتمع وحافظ شرطي ونحترم العنوان تأثرت فيه إيه؟ المضمون بس المضمون أكيد لا ليه؟ لأنه في الله لأنه في دين شو بيقلك؟ في شرع ما بيسمح لهذا شو بيقلك؟ بس عنده حالة طبية عنده تشترونه عنده حالة طبية هيدا العنوان أنا أقلت يعني هو بشكل مرة بس هو أنا أنا لابس دي جيز لا سوري أنا شرائيا بس عفر كيف يعني أخدت أنا أخدت رأي خوري فتت على ساكريستية لا أعترف قال لي دهاري يا ابني أنت مش عم تعمل خطيئة والشيخ رحت عن شيخ مسلم أكيد قال لي أنت مشكلتك طبية طبية ما فيني وأجاز إلك شرعا أنه أنت بتقدر تتحول إلى رجل لا مش بالترم اللي هو نعم مش بهيدا بس أنه أنه منك غلط أنت ربنا خلقك مين نحنا لنحكم علي طالما ما عم بزيد عم بقلك عندي مشكلة طبية يعني نحنا هون ما فيه أهواء ميول مزاج سلامة ألبهم أنا ما عم بحكي هذا أنا عم بحكي دينيا دينيا اجتماعيا هيك تربينا طب نفسيا انسى الدين لأنه رجال الدين والنص الدين طب نفسيا هلأ رح يتعرض أكتر لا 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 أبدا أبدا أنا ما عارف بدأ لك شغلة أستاذ علي وقت كنت نيلاغ كان العالم هجومية علي بشكل مش طبيعي صح وقت طلع طلعهم بنادي الكل دون استثناء دون استثناء من جيراني بقدر أنا أكد لك بقدر أنا أكد لك شخصيا يعني شو باتريك أنا بدائرة يعني كنا نروح سوا كاراوكي وأنا أصحاب مع كريستينا أنت ونيلا أنا ونيلا أنا ما كنت طيئة لنيلا المسترجلة لماذا كانت نيلة يعني كنت حسن أنه بدي أضربها لنيلا لماذا هو شيء اجراسيب كثير يعني شيء امبوزانت كثير كثير امبوزانت بشكل مستفز ومش طبيعي ثالث شيء خبرك الأصص يعني أنا لما رجعت شفته بعد الدرعة شفتك نيح وشي عشو سنين دغرح كيتو كشب عادل سرحان سمعت القصة أنت رجل شرقي قبل ما قبل أنا أنا هلأ مصدوم بعدني تحت الصدمة لأنه أنا بعرف نيلة تعرف نيلة يس نعم من أكتر من 15 سنة وكنا نروح كاريوكي صح ما بتعرف أنه نيلة صارت ندي هلأ عملك أنا بعدني مصدوم ومبسوط كثير مبسوط كثير ليه لأنه أنا بعرف كاركتر نيلة شو ولما كانت تفوت وخمسة ستة حولها شو كانت عاملة نيلة لأنه ممكن رادع عن نفسه ابو علي ابو علي ابو علي عنده شيء. عنده شيء. عنده شيء. هو ارتاح بعينه برحاله. بس مخولي اسمها عادل. كانت نيلة ابو علي. بس حتى فسرك انه شو الفرق. نعم. يعني هي المشي كانت مشيت رجال. يعني مشيت شباب لك. هجوم مسترجل. واحد شباب يعني بنت بس بشباب لك. نعم مسترجل. مسترجل. أنا بدي أقول شو هوني بس بدي أحكي من الموقع الإنساني. صح. هيدا الإنسان كتير أثر فيه بمحل معين أنه فكر أنه يوهب شيء. فضيع. صح. كتير أثر فيه بمحل معين أنه الكيس طبعه طبية اتحول تصالح مع نفسه. راح من محل لمحل حب حاله في حب الآخرين. طبعا. فأنا كتير مبسوط إن رجع شفته بعد خمسة عشر سنة بدي أوم ووسك. أنا كما كنت بدي أوم ووسكي يلا صبعك 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 صبعني. والله أنا كي بدي أوم. صراحة مسعوق. صبعه حب. ado.